مستحيل مستحيل اللي بتقولي ده اه مش ممكن يكون كده في ايه اللي مستحيل ومش ممكن ما الدليل في ايدك اهو ما تفتحي موخك شوية يا بنت يا الله ده لو عملك عمل مش هتبقى كده يا ماما ما ممكن يكونوا دول ناس سحابه هو أسهران معاهم انت عارفة طبيقة شغله شغله؟ عموماً الدليل في ايدك وجوزك عندك اسأل ليه وجهيه بصي كده يعني هذه الصورة دي ممكن يبقى ليها ألف مرة يا حبيبة قلبي افهمي فتحي موخك يا مريم المشكلة مش في الصورة ايمان بتأكد فعلاً ان في بينهم علاقة بس هي مش عارفة وصلت لحد فيه ايمان؟ وهي ايمان مقالت ليش ليه؟ انت بتسألي ولا بتستعبلي هتقولك بعد كل اللي عملتي فيها ده ما انا هتجنن انا موخة هيتشل يعني ايه دلوقتي هو بيخلني بعد كل اللي انا عملته على الشيان وكل اللي انا مستحمله بيخلني اكيد لا يا ماما اكيد لا صح؟ اهدي يا مريم انا هقولك نعمل ايه؟ ايه يا عمال مسائل فول ياباشا لأ ازاي انتتصل اي وقت اجيلك طبعاً الصبحة بعني تتماشي طبعاً ماشي طب ايه مش هتقوللي يا بن موضوع؟ طب خلاص خلاص ماشي عمال تتفاضل مع السلامة مع السلامة اتفاضل شكرا 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 وانا كتبت على نفسي كتير شكرا الحقيقة بتظهر واحدة واحدة مهما حاولنا نخبيها أنا كددت كل الناس كل الناس وصدقتك شكرا أنا الغلطانة أني سمحت لك تعمل فيها كل ده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 مكانش قدامي غير حل واحد اشتركوا في القناة معلش البت مجادش النهاردة مش هعرف أقدملك حاجة ولا أم عاكي بالواجب بالعكس انت قايمة بالواجب وزيادة طبعا واللي تعمله بوسي مفيه ست في الدنيا دي تعرف تعمله طبعا مهواضح قوي ممكن أعرف إيه اللي بينكم من آدم إيه دا وأنت ما تعرفيش ولا إيه آدم جوزي نعم آدم متجوزي كنتي آه يا حبيبتي وليه الشرف وليه كنتي كمان الشرف ان انتي تبقي دورتي اسمعي يا شاطرة واضح ان انتي فاكرة ان انتي جاي عند واحدة رخيصة هتسمعيها كلمتين من إياهم وبعد ما تنزلي من عندها وتفتكر الكلمتين هتسقف الروحك لا يا ماما انتي غلطانة الأصول يا قطة قبل ما تروحي لحد تسألي عليه الأول قبل ما تهزي طولك وتتشمللي كده لحد ببيتي أنا ست حرة لا بتاعت رفق ولا ماشي بطار وآدم بقى جوزي قدام ربنا وبالقانون ثانية واحدة بيتيقلي كده أبقى جبتلك قعر الحلة لو انتي حبيبتي لسه في عبك حاجة بعد اللي سمعتيدة كله يا ريت تقوليها وتخلصين ودي يا ستي الورقة في ايديك هيت لحسن تقولي علي ان انا بجدب عليك ولا حاجة لا سمح الله ها اهي ورقة واثنين شهود تتدب في عين التخين وقولك بقى على حاجة من الآخر مفيش حاجة تستاهل ان انتي تزعالي ولا تتقهري عليها أنا جوزي الأولاني كان متجوز عليها اتنين وجوزي التاني اتجوزني على واحدة الدنيا مش سهلة قلتيلي بقى انتي الجاية ليه كنت عايزة تأكد ان في حاجة ما بينك وما بيني وديك اتأكدتي بس انا بحذرك تنزلي من هنا تهرتلي علي بكلمتين ولا تعيبي فيا لا العيب مش عليك ولا علي هو كمان يا حبيب ولا علي العيب علي انا وماله نورتيني يا بنت قلتلك خلاص بقى ما تبقى شرغاية بقى وفتاق بالليل بالليل اه كله بالليل اه انا بتعلله اخره يلا سلام سلام بقى يا معلم شربوك حاجة ولا صايم بقى شربوه متشكر يا امان مبروك يا معلم ضي بارك فيك علي ايه فاكر الاغنية بتاعتك اللي ديتها الكريم شاكر اللي ما نزلتش في القلبوم بتاعه فاكرها طبعا هنسحبها منو ونديها الهشام حبيب ايه رأيك هشام حبيب هشام حبيب تتكلم جد؟ ولا من امتى بهزر هشام من يومين كان بالستوديو عند ميكا واول ما سمعت ديمو بتاع الاغنية قالك بس الاغنية دي بتاعتي انا عايزها ومسك فيها بايده وسنانه وقالك انها عيل من عياله وقال ان هو هيخلصها مع كريم ملناش بيه احنا بقى يا رب تكمل بس والله ده يبقى احلى خبر سمعته في حياتي انا محتاج اسمع اي خبر حلو يا اخي ولسه لما تسمع الاحلى ان الاغنية دي يا معلم مش هتنزل في الابم سنجلال متينة وهتتصور كليب لا ده كتير قوي بقى بجد والله عمد يا ابني يا ابني تفقلوا بالخير تجدوه طيب ان شاء الله خمالات مش يومين ثلاثة كده وقعادك مع هشام تعرفوا على بعض وتزبطوا الدنيا وتحضر معايا عم التسجيل امين رب بقى رب ان شاء الله موسيبة ساعة النساء اخر واحد شيخ اسوان معك هو تزحيش هو تتزحيش موسيبة ساعة النساء